محمد صلى الله عليه وسلم مالا عين ونرأت ولا أدر سامعة ولا خطر على قلب بشر ربنا يبارف فيكم جميعا رب العالمين واجمعنا وقاكم على الخير بندعو كما تعودنا لمرضى المسلمين بندعو الوالدي وأخت وضل مصري الحج سعاد عث الدكتور سامر يوسف مهندس إهابي يوسف الأستاذ ربع صقر الأستاذ هاني صلاح الأستاذ ياسر الهواري الأستاذ نازيه اليافي من لبنان والأستاذ أحمد إبراهيم والحج خيرات والحج صباح سيد حنفي والأستاذ عري بكري علي والأستاذ عصام حجازي والأخت ماروه سلطان والأستاذ أحمد الزايد والأستاذ سليمان محمد والأستاذ محمود الهواري والأخت زبيدة والأستاذ رياض والأخت فاطمة حسن والأستاذ محمد شحات وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيش فيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيش فيهم وندعو الموتى المسلمين وندعو الولدتي رحمه الله رحمة الله وسعه والأخت منال خضر زوجة الداعية الدكتور فتح الحسيني في إيطاليا والأستاذ محمد عبد الله مالك والشيخ زكريا محمد عبد السلام والأخت هبة الله أنور والأستاذ محمود عصام والأخت نظام فخري الجهري أسأل الله عز وجل أن الحمم رحمة وسعه اللهم أكل منزلهم ووسع مدخلهم وغسرهم بالثلج والماء والبرد واجعل كبران مروضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اصقيم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يضمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين طبعا في خضم الحياة وفي خضم الأحداث السريعة اللي بتجري في دنيا الناس مش عايزين ننسى الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان عايزين ندعو لكل المسلمين ويعني نخلي الدعاء كده لكل المسلمين ربنا يكرمنا وناخد أجرهم جميعا لما ندعوهم حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة تخيل حضرتك لما تقول اللهم مغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل مؤمن وكل مسلم يكتب ليك حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يا ربي يجمعنا وإياكم على الخير دائما الحاجة الثانية أنا طبعا في قمة ساعتي وما زالت السعادة ونشوة السعادة بهذه الحملة تغمر قلبي بفضل الله سبحانه وتعالى حملة مقاطعة التبرج وللمرة الثالثة والأخيرة بوجه إخواني وأخواتي لسماع درس أختاه وقفته مع النفس والكتاب الصغير برضو بنفس العنوان أختاه وقفته مع النفس وزي ما قلت لكم الموضوع وقف لله سبحانه وتعالى لم يفوش أي شيء من أنواع التجارة موض على موقع إسلاموي تخش إن شاء الله تلاقوا الدرس موض حملوه ووزعوه كده من خلال الإيميلات إذا كان ينفع أو من خلال سيديهات أي حاجة على إخوانكم وحبابكم لعله عصر ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتكم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيروا لك من حمر النعم وبمناسبة الحملة منساش طبعا من باب الوفاء من باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله منساش أشكر أخوي وحبيبي الأستاذ عصام حجازي وأخوي وحبيبي الأستاذ محمد المشد على متابعة الحملة ونشرها على القناة ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم وطبعا من نساش توجهات أخوي وحبيبي بقى محمد الميدني يعني ربنا يكريمه رب الزعيم الكبير يعني ربنا يكريمه رب العالمين فبيقول يا أخواننا عايزين للحملة نفعلها أكتر وأكتر وأنا عايز أقول أن يعني مش عايز أقول آخر ما عاد أن نتكلم عن الحملة النهاردة لكن عايز أقول أن احنا هنبتدي بقى يعني نشوف حملة جديدة كده نتكلم عنها إن شاء الله عشان الأيام الجميلة المقبلة اللي جاي ديت وبعد كده إن شاء الله في حملة تاني هنتناولها لكن هم أكبر حملتين أنا عايز أقودهم في حياتي كلها من الآن وحتى ألقى الله سبحانه وتعالى هي حملة عن الحجاب وحملة عن الصلاة حقيقة يا جماعة دول الحملتين إلينا يعني أو أكتر حاجتين أنا بتبناهم في حياة الدعوية من يوم ما ربنا أكرمني ورزقني بنعمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وده شرف وقدر والله الواحد ما يستحقه لكن فضل ربنا سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك كبيرة يعني أني بركز على الحاجتين دولك مش معنا كده يعني بقوهم الباقي الجوانب لكن أكتر حاجتين بحتاج أركز عليهم حجاب المرأة المسلمة وإن المسلمين كلهم بيصلوا عشان عايزين ننقذ الناس كلها من النار وعايزين ربنا يجمعنا بكل المسلمين في جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى الحملة اللي احنا عايزين نتكلم عنها إن شاء الله ابتداء من النهاردة والمدة كم يوم كده لحد يوم لحد ليلة العيد إن شاء الله هنتكلم عن حملة اسمها حملة خير أيام الدنيا خير أيام الدنيا هنتكلم فيها الحملة دي بندعو المسلمين في كل أقطار الأرض لأنهم يكثروا من الصيام وطبعا ما شاء الله تسعة ينظرت فيهم ما شاء الله صيام يوم عرفة وصيام يوم عرفة كما قال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يغفر به ذنب سنتين أو ذنب عامين عام مقبل وعام مضى يعني السنة اللي فات والسنة اللي جاية يتغفر ذنب المسلم في سنتين كاملين بالصيام يوم بفضل الله سبحان الله تعالى أظن ما حدش يفرت أبدا طبعا الأيام دي تقال عنها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رؤى البخاري ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي الأيام العشر اللي هي العشر من زي الحجة طبعا بستثناء يوم العيد اللي يوم العيد ما فيوش صيام يعني تمام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل قال ولا الجهاد في سبيل لا إلا استثناء واحب بس إلا رجل خرج بنفسه وماله ليجاهد يعني فلم يرجع من ذلك بشيء مرجعش بحاجة خالص لا بنفسه ولا بماله ده بس اللي ممكن يكون أحسب من هذا العمل فطبعا أيام عظيمة جدا هي خير أيام الدنيا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر أظهر أن الكلام واضح جدا وقاطع جدا مش محتاج بقى تأولات ولا أن احنا نقعد نبحث فيه لا أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام على وجه الأرض طبعا بعض العلماء لما قاعدوا يفاضلوا يا جماعة الخير ربيني يا رب يجمعنا وإيكم على الخير قاعدوا يفاضلون يا ترى أول عشر تيام في زي الحجة أفضل ولا آخر عشر تيام في رمضان فالإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله وسعة فصل في هذه المسألة فصل جميل جدا جدا ورائع جدا قال إيه قال إن الأيام أيام العشر زي الحجة نهرها أفضل من نهار خد بالك بقى من نهار العشر الأواخر من رمضان أما ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من زي الحجة لأن ليلها في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وبذلك يعني يتطفق المعنى وبفضل الله سبحانه وتعالى وتجتمع النصوص ربنا يجمعنا وإيكم على الخير فعايزين يا جماعة الخير أن احنا نجتهد في العشر الأوائل من زي الحجة اللي المفروض أظن هتبدأ أظن يوم الأربع ميداني صح كده تقريبا يوم الأربع يوم الأربع إن شاء الله هنبتدي نحن نكتهد إن شاء الله صيام نوافل قيام الليل وخبالك طبعا في حديث ورد والحديث ده لا يصح طبعا مخصوص بليلتين العيد ليلتين العيد الفطر وليلتين العيد الأطحى إنه من أحيا ليلتين العيد أو ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب طبعا ده لوعر بس المخربش زي ما بقوله يعني حديث طبعا لا يصح وليس له أي أصل يعني تمام إنما ورد طبعا عن بعض الصحابة الحديث أو الكلام في إن يستحب قيام الليل في العشر أيام من زي الحجة عشر الليل بتاعتهم يعني لإن قيام الليل يستحب طول السنة يستحب طول السنة ولا نخص به ليلتين العيد يعني ما نخصش ليلتين العيد بالقيام إنما نطلق بقى القيام في سائر أيام العام ربنا يرزقنا وإياكم لذة القيام ولذة الصيام عايزين نقطر يا جماعة من الصيام من القيام من ذكر الله سبحانه تعالى كان سيدنا أبو هريرة وعبد الله بن عمر كان مؤورد ذلك البخاري كان بيخرجوا إلى الأسواق في العشر الأول من زي الحجة وكانوا يهللوا ويكبروا فيهلل المسلمون ويكبروا لتهليل وتكبير أبو هريرة وعبد الله بن عمر عايزين نقطر من ذكر المولى عز وجل عايزين نقطر من قراءة الكرآن إيه رأيكم أنا نتعاول من دلوقتي ونخليها إن شاء الله ختمة كرآن كاملة من أول يوم من زي الحجة لحد يوم تسعة في التسعة أيام دول بفضل الله سبحانه تعالى وممكن نبدأ قبلها بيوم ما فيش مشكلة لحيث يبقى في عشر أيام نختم لو كل يوم تلت جزاء وسهل جدا والله العظيم لو مثلا بعد الفجر جزء إن شاء الله بعد العصر جزء بعد العيشة بعد العيشة جزء بقى تلت جزاء مفرقة مش هتتعب فيها بفضل الله سبحانه تعالى هيبقى تلت جزاء في اليوم يعني عشر تجزاء يعني في عشر تيام يبقى تلتين جزء باحنا كده ختمنا ختمة كرآن صمنا تسعة تيام فيها يوم عرفة يتغفل لك بها زم بسنتين ذكرنا المولى عز وجل وهللنا وكبرنا المولى عز وجل كبرنا المولى عز وجل بنقول لا إله أن الله أكبر ونذكر بقى الذكر الوارد طبعا في العشرة دي ونحاول بقدر إمكان ربنا يباري فيك يا رب العالمين إلا هيضحي يمسك عن شعره وأذفاره يعني لا ما يقصش ضغفره ولا يحلق شعره العشر تيام من أول دخول أول يوم ذي الحجة لا يحلق شعره ولا يقص ضغفره لحد ما ربنا يكرمه إن شاء الله ويضحي في يوم العيد ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص وتقبل منه ومنكم وطبعا زي ما قلنا جماعة عايزين برضو صلة الرحم والإنفاق والصدقة لأن لو قضينا بقى العشر تيام دولت أو التسعة تيام دولت ما بين صلاة وقيام ليل وذكر المولى عز وجل وإراءة قرآن يبقى كده الفقير إن شاء الله هياكو الجاتو يعني مش هليق حاجة يقولها خالص لا ده إحنا عايزين إن إحنا عايزين نقول لنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عملا صالحا معينا يعني ما قالش في العشر الأوائل من ذي الحجة لازم تصومه أو لازم تقومه ما ممكن راح ديقول والله أنا مليش في الصيام الصيام النوافل أنا أضعف عن ذلك أنا يدوب بصوم فاردة رمضان بالعافية خلاص نقول له طب كتر من القيام طب واحد تاني مليش في القيام وليه في الصيام يصوم واحد تاني مليش لا في القيام ولا في الصيام هو يدوب بأرض الفرائده بس لكن عنده قدر على الإنفاق يجيب الفقراء ويطعم وماشاء الله وينفق عليهم ويجيب لهم لبس العيد لأولادهم ربنا يكرمكم الخير واسع وربنا يكرمنا ويكرمكم وارزقنا أكل إخلاص على قد ما نقدر نكتر من أنواع الخير عشان ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالوا نبدأ لقاء النهاردة مع علامات الساعة الصغرى ومع رحلة إلى الدار الآخرة لكن كما وعدنا أخواتنا الفاضلات إن إحنا نذكر مجموعة من الأسامي في أول كل حلقة من باب تشجعهم إن شاء الله على الحجاب بفضل الله الأسبوع ده أو الفترة فات جنة من دون الأوراق مريم عاطف 8 سنوات ماشاء الله مونة محمد حسن إيمان مصطفى نورة فتحة علي وأختها شيماء ونجلاء من المينيا داليا علاء رانيا أحمد سيد جهان السيد غريب آية الحبشي 10 سنين لمياء من قوس أم محمد وعلي ويوسف لقاء الحجة وجيها 57 سنة ماشاء الله الأختي غادة محمود أم رؤى من نت الله عشر سنين ندى وعنود وندى بدر وفاطمة ودعاء النجار وشيماء وهدية جمعة وأم شريف وشيماء عيس عشر سنين شيماء جابر وريم مصطفى 12 سنة وأماني علاء الدين نصر عشر سنين وأم عاري من الأردن وأم يحيى وأم آدم كفاح وحبيبة سعيد سبع سنين ماشاء الله سبع سنين لابس أحجاب إيناس هشام وهند محمود عزو ونجو أبراهيم من أسوان وصفاء جمعة أم مريم من 53 سنة وأنوار التميم من الخليل ربنا يحفظهم متسنين من الأردن وأم شاهد وأم جمال وأم محمد وياسمين ماجد عشر سنين وأمان طه أحمد وأمان قطناني ويسرى يوسف ومروة من الشرقية وإيناس محمد من الخصوص ورانيا من القاهرة ودينة عاطف وآية يحية ومريم يوسف وأم محمد ومروة فتحي وريهام وأسماء وصفاء مصطفى في السنوية العامة وسماح وشيماء وإيمان ورغض من فلسطين وأم إسلام وأم مازن ورينادة محدين والشيماء من القاهرة وفاطمة وأميرة عبادة وسمية وإيمان حمدي والأخت أبرار وداليا ونور وأم عبد الله ونوها حلبي وكريم محمود ووفاء الحلواني ومهل عمري وميرفة السيلاوي وشيرين واعتماد والأهم محروص وربا عبد العال وأم الشام وعبير كمال من الأردن ونوف عبد الله عشر سنين وهنوف وصارة عبد الله اتناشر سنة وأم خلود وإيمان محمود صالح وهند محمد وعولة بنت سلمة ونوها سالم وإناس وعولة حموي وصحر عبد الغاني خليل وأم حبيبة من دير مواسل منيا ودعاء أبو بكر وابتسام من السعودية وحنان حمزة وحبيبة أيمن جابر حداشر سنة ومونة زمقان وريم سيد عشر سنين وأماني السيد عبد الحافظ وأم صارة وكريم المنوفية وحنان حمزة وإيمان من سوريا وإسراء عبد الباسط على فكرة أحيانا بيحصل معايا بس لاحستان الآن يعني إن في بعض الأسماء بس دي قليلة جدا بتتكرر بس هي إحنا ما بنقصدش نكررها نيميا بتيجي هي بتبعت أكتر من رسالة فتسمحون يعني وإسراء عبد الباسط واعتماد محمد ونسريين ونورهان محمود وأفنان من جنوب السعودية أو أفنان الجنوب من السعودية وأم سامر من سوريا ومونة إبراهيم عرفة الشربين المنصورة وحبيبة خليل من طنطة إيمان علي وابنتها مريم ودينة من اليمن معلش أصطي لازق الكلمة في بعضها دينة من اليمن وشيماء مسعد ومريم طهر رياطي من الأردن وياسمين ماجد ما شاء الله عشر سنين وأم ماجد من سوريا ونورهان عبد القادر 12 سنة ومونة حلاوة ومحمد رانيا وليلة شافعي وإنجي محمد آخر براءة خلاص نوها ضياء ومونة أحمد والشروق هي مكتوبة شرق محمود صالح بس هي ممكن تكون شروق محمود صالح وأسماء العساوي وزينب أحمد جمعة وأم محمد بن سهاج وخديجة إسماعيل وأمين عاطف وفاطمة وخنساء ومنا مجبدي محمد ممكن تكون محمدي والله أعلم وهذا الشحات من الشرقية ودعاء من مصر ربنا يا رب بيبارف فيكم جميعا يا رب العالمين وأنا وعد أمام الله صبحانه وتعالى أن أكمل قراءة الأسماء بتاعكم إن شاء الله في الحلقات القادمة كل حلقة كده ناخد مجموعة من الأسماء ربنا يا رب بيبارف فيكم ويسبق أخواتنا على الحجاب ونسعيد جدا أن الحمد لله الأعداد كل مادة عمالة بتقتر والخير موجود في المسلمين إلى يوم القيامة ربنا يا رب بيبارف فيه جميعا تعالوا نكمل علامات الساعة الصغرى في عجالة سريعة كده وسمحونا كان النازم المقدمة عن الحديث عن العشر الأيام من زي الحجة لأنه ما ينفعش لهم ما يعدوا كده يعني ده خير أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا ربنا يا رب يتقوم مننا ومنكم صالح الأعمال تعالوا نشوف من علامات الساعة الصغرى احنا ذكرنا جماعة 12 علامات تعالوا نشوف العلامة رقم 13 علامة رقم 13 شرب الخمور واستحلالها خدوا بالكم الحاجة في العلامات يا جماعة مش لازم تكون علامات الساعة الصغرى مش لازم تكون حاجات وحشة فيه حاجات وحشة وفيه حاجات كويسة وفيه حاجات من المعاصي وفيه حاجات من تخذ واخد بالك يعني مش لازم تكون كلها حاجات وحشة طبعا الحاجة اللي جاية دي حاجة وحشة مش كويسة شرب الخمور واستحلال شرب الخمور ده من علامات الساعة الصغرى إيه الدليل على كده حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم من أشراط الساعة ذكر بعض الأشياء ومنها ويشرب الخمر يبقى من أشراط الساعة أن يشرب الخمر يعني من علامات الساعة أن الخمر تشرب وخبال حضرتك طيب الحديث الثاني في البخاري اللي احنا قلنا قبل كده في تحريم الغناء لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون يستحل يعني الشيء ده محرم وهو بيستحل وبيتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى يستحلون الحرة يعني الزنا والحرير يعني نبس الحرير للرجال والخمر يعني شرب الخمور والمعازف يعني المزيكة خب بالك بقى حديث عجيب جدا يوضح لك المسألة ويخليك تحس قد إيه النبي كأنه كان ينظر إلى الأمة الآن من وراء زجاج شفاف اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه حديث رواء أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك بقى لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه النبي بيقول أن في طائفة من أمتي من المسلمين هيستحلوا الخمر بس هيستحلوا إزاي يا جماعة هيسموه باسم تاني خالص اسم غير الاسم بتاعهم علشان يعني يسهلوا المسألة من الاسم للناس فيحسوا أن المسألة ما فاشل لزنب والحاجة لقدر الموضوع جميل قوي يسموا الخمر إيه؟ مشروبات روحية ويسكي شامبانيا كينة عبدالعال بطل الأبطال حضرتك طبعا ممكن يكون يعني ممكن يكون الأجيال اللي موجودة دلوقتي ما حضروش الإعلان ده كان إعلان زمان خالص كانوا بيعملوا بقى الكينة ويجيب لك واحد وخبالك اسمه عبدالعال ويقول كتفوني ويروحوا مكتفينوا بالحبال وبعدين بقى يحاول يفك نفسه ما بتفكش وخبالك وقال إيه؟ أول ما يشربوا الكينة باس يوميل إيه؟ خلاص أنا عبدالعال بطل الأبطال لتسقيف همال تشجيع همال حالة كده ويروح فاكك الحبال بإيه؟ بالكينة دي فيخلي الشاب اللي قاعده قدامه أها ايه أنا عايز أبقى قوي زيدا طب إيه سر قوته لكينة عبدالعال البركة في عبدالعال يوم جايب كينة يروح شارب فيسكر أعزم بالله فيستحل الخمر ويسمي الخمرة باسم غير اسمها الحقيقة هي اسمها الحقيقة خمر فانسميها وسكي شامبانيا وايت عند بلاك ولا بلاك عند وايت وشعف إيه؟ آه يعني آه كلام كبير يا ميدر حاجات كده اسمها معانا يسموها بحيث إيه؟ بحيث بأسم خفيف عليك قوي أنت خال حضرتك بدل ما قولك ده كاس خمرة من اللي ربنا حرمه وليما لم يقولك إيه؟ ده كاس ويسكي بس عشان تنعنش وأخبالك أو ده شامبانيا شامبانيا ده حاجة كده جميلة خفيفة عشان بس تخيل أن يصل أيزم بالله التجرق على انتهاك محارم الله والله حاجة يا جماعة فوق الخيال أنه يحكي لي واحد الراجل دوت كان مدير فندق من الفنادق التي كانت تقدم الخمر وربنا تبع عليه والحمد لله أكرمه وتركه لله سبحانه وتعالى راجل مدير فندق وتعارف بقى يعني إيه؟ عشان تبقى سفراجي في فندق شو بتعمل بقى وصايته وتبش عارف إيه وإمضى من اتنين موظفين وأخبالك وحاجات كده وضمانات ووصايت الدنيا عشان تتعاين سفراجي في فندق فتخيل حضرتك واحد وصل لمرتبة اللي يبقى مدير فندق فندق إيه؟ فايف ستارز بقى وأخبالك فبيقدم الخمر فهو لما عارف حكم هذه المسألة فترك هذا العمل ابتغاء مرضات الله ربنا أخلف عليه بإن نفس الشخص بفضل الله سبحانه وتعالى يكون مدير فندق من أكبر الفنادق الموجودة في السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى وفي المدينة المنورة وقدام الحرم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام فبيقول لي حاجة بقى الغريبة بيقول لي إن كان أيام ما كان شغال في فندق بقى اللي كان بيقدم فيه الخمور والشامباني الحديث إن رجل ساري جدا جدا رجل ساري عربي دخل الفندق فطلب منهم إن هم يقفلوا الفواهة بتاعت البني اللي هي بتصرب الميا ويملولوا البني كله أيازم بالله خمر علشان ينام في الخمر ده وينقع جسمه في الخمر قال له ده ممكن يتكلف حوالي من 20 ل 30 ألف جنيه قال لي يتكلف 50 ألف جنيه أنا عايز نقع جسمي في الخمر عايز جسمي يبقى ليحته خمر ربنا عافينا عافيكم شوف السفاهة لتوصل لدرقة إيه؟ إن واحد ينقع جسمه في شوية خمر بـ 50 ألف جنيه ولا بـ 30 ألف جنيه وفي فقراء المسلمين نهارده مش لقيين اللقمة يكلوها يعني لبعض البنامج اللي هي تتعرض على الفضائيات بنشوفها جماعة الخير ربنا يا رب بيبارب فيكم ويحنن قلوب الناس الأغنياء يعني إن تلاقي ناس عايشين في عشوائيات والله الذي يلاقي له غيره حنفية جماعة عمومية حنفية عمومية بتخدم حي كامل الناس بيحكوا بيقولوا والله بنقف طوابير علشان بس يبقالين إن نشوف دورنا كده في المياه هنجيب مياه إمتى عشان نشرب مش عشان سامحني مش عشان يغتسله ولا عشان يتوضه ولا عشان يغسله ولا عشان يعمله حنفية عمومية لمنطقة كلها كاملة ولا تتخيل حضرك طبعا طبعا خناءات ومشاكل وضرب وقتل وحاجات ومشاكل بتحصل بسبب إن الناس مش عارفة تعيش في المكان دوت النور بيجي لهم تسعتين تلاتة وتقطع بقيت اليوم وخبال حضرتك الصرف الصحي مفيش صرف الصحي بيرموا جنب البيوت عزكم الله القمامة جنب البيت سبحان الله تخيل لمواحدين أعجزهم في خمسين ألف جنيه ولا في تلاتين ألف جنيه وناس كده مش لقيين يعني هو لو ربنا يكرمه ويقوم مثلا جايب الناس بتوع العشوائيات دولك مثلا ويقوم مثلا بنينهم مثلا حتة بيت بسيط كده ويدل كل أسرة والله العظيم وهيرضوا يبقوا مبسوطين جدا في مكان كده نضيف شوية يدل كل أسرة غرفة نضيفة كده بصولة بحمام فقط هيبقوا مبسوطين وهيدعولوا لعمر كله وهيبقى أنقذ أسرة كاملة من الفقر أنا عايز أقدم دعوة يا إخواني والله ربنا يبرد فيكم احنا مش وظيفتنا في القنوات ان احنا فقط نقدم فقط علم أو بعض المعلومات أو نحن نقدم حلقات احنا عايزين برضو يعني المسلمين يتكتفوا ويتعاونوا ويتأذروا انهم ما يشيلوا بعض يا جماعة الخير احنا كدعاء ما نقدرش ان احنا ننفق على الناس يعني بعض الناس بيزعلوا بيتوسموا الخير في الدعية ده انه مدام بيطلع على التلفزيوني بقى اكيد دقاعد بقى على خميرة دولارات وخبال حضرتك هم فكرين ان احنا يعني كل الدعاء أغنياء فيجي لك الواحد من الدول اللي عايز منك عشرين تلاتين ألف جنيه فلما تقول له اخي انا هجيب لك مني عشرين تلاتين ألف جنيه فيرد ردي بطبيعة يقول لك امان انت بتطلع الفضائيات ليه طب وانا عشان اطلع الفضائيات ادي درس وابلغ دعوة ربنا لازم يكون معايا تلاتة اربع مليار جنيه علشان كل اللي يجيدي اقول له ده خد تلاتين واخد عشرين واخد فجماعة الخير حد عشان نوزعها ولا بنعطي حد فلوس لان الامور دي تعرضنا احنا لمشاكل وقضين بالكم فالقصده ان احنا بندعو الاغنياء الدالوا على الخير كفاعل بندعو اغنياء الام اغنياء المسلمين ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في صروتهم واموالهم يا رب ويبارك في اولادهم ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين صنائع المعروف تقي مصارع السوء والله الذي لا الى غيره لو ان واحد غني سنة حسن وانا باتعو كل اغنياء العالم مش اغنياء مصر بس لو سنة سنة حسنة كل واحد يعني ربنا يكرمه مجموعة من الناس الاغنياء اللي عندهم فائد مال عظيم جدا وكبير جدا يعني سبحان الله يعني انا اعرف ان لبعض الاغنياء يا جماعة الخير والله بنتكلم بصراحة احيانا في بعض المناسبات اللي بيعملوها ما بينهم ومن بعض في ايد ميلاد في ايد جواز وحاك كده ممكن تلاقوا حاجة بهدية للتاني تتعدى المئة الف والمئتين الف لكم ان تدخلوا هذا سبحان الله طب ما بالمئة الف والمئتين الف ربنا يكرمك زي ما طلعت هدية لفلام بي وفلام مش عارف اي وصحبك وصديقك وقريبك طب ما بمئتين الف ربنا يكرمك حتة بيت صغير كده في اي حتة شعبية حتى مش مشكلة هم الناس دي مش هيدققوا معاك مش عايزين يعني عمارة في مصر الجديدة وما عايزين في اي مكان يتستروا وخبالك وتحمل عمارة وتخلي المهندس يصممها لك على اساس ان كل شقة سيدي اوضة وصالة ومطبخ صغير وحمام صغير ويد كل اسرة حقد تمليك للشقة ديت والله هيدعو لك العمر كله هتبقى انقصت اسرة من الضياع ربنا ربي يبارف فيك والله العظيم نتمنى نتمنى ان يعني ان ناس يظهر لنا نسائل كده ان واحدة يتبرع بعمارة بالمنظر دوت الاسرة فقيرة والعشوائيات كتيرة جدا وتقدر تروحوا تسألوا بقى في مباني محافظة كل مدينة حفظة القائرة مبنى محافظة القائرة مبنى محافظة المنصورة كفر الشيخ اسكندري اي حتة واسألوهم بقى عن اماكن العشوائيات وروحوا بنفسكم وشوفوا العيشة اللا آدمية عيشة والله الذي لا إله غيره اماكن انت تأبأ وتأنف ان انت تربي فيها فراخ مش تعايش فيها بالأدمين يعني النظر الرحيم يا ربنا بار فيك رب العالمين تعال نرجع للموضوعنا من علامات الساعة الصغرى وسمحون والله العظيم هذا الكلام اقسم بالله مش على ها مش الموضوع مش بقى مش بقى انت بتكلم عن علامات الساعة الصغرى ايه اللي دخلك في الموضوعنا والله يا جماعة ان فعلا الحاد ديت عندي اهم من توصيل علامات الساعة الصغرى انا هوصلك علامات الساعة الصغرى هتبقى عرفتها لكن انا لما بكامل في موضوع زي كده يبقى انت ربنا يا كلمك عرفت قد ايه ان انت ممكن تعمل بنفتح لك ابواب خير لان يا مناس بينضحك عليهم وبتصرف مبالغ تبتخيل واحد حبيبي انا اعرفه كويس جدا والله بيقول لي بيقول لي في مرة من مرات ماشي في احدى الشوارع في القاهرة وليقيت مسجد ضخم قوي هذا المسجد ملوش مئزنة فصعب علي ليه ملوش مئزنة فدخل لقى المئة والقاعد قال له انت عامل المسجد ده وغير مئزنة ليه قال له الفلوس قصارت ومقدراش نعمل مئزنة قال له تكلف كام قال له تكلف 85 الكلام ده من حوالي 7 سنين 85000 جنيه قال له طي قادي شيك بـ 85000 جنيه روح يا سيد يعمل مئزنة للمسجد عشان الناس تسمع الأذان وتسمع قال له حاضر ايه راجل خد الفلوس وجزال الله خير والله ما يجسر يعني دكن عليهم ما خالد ما قامتش لمئزنة ولا غيره التاني عد على نفس المكان بعد حوالي 6 شهور فمنقاش مئزنة فرح دخل عليهم فقال له حضرتك مش واخد فلوس منه عشان مئزنة قال له لا فلوس ولا غير فلوس وانسى الفلوس ده خالص واعتبر نفسك ما دفعتش حاجة ولو قربت من هنا هتتضرب برصاص والله باللفز كده قال له لا أردت انها هتتضرب برصاص وكال فلوس المسجد فلما جاب يشتكيلي قلت له انت غلطان قال لي ليه قلت له اسأل الأول انت بال85000 جنيه يا حبيب قلبي ربنا يكرمك بدلا ما كنت هتعمل مئزنة ما هو كده كده الصوت واصل هما يعني لو ما عملوش مئزنة الدنيا مش هتخرب هي قدر يعمل حتة عمود كده بسيط خالص تمام ويعلق على رأس العمود ده حتة عمود خشب تمام ويعلق على رأس العمود ده الميكروفون وانتهت المشكلة والحمد لله صوت موسط للدنيا كلها انما انت بال85000 جنيه ده كنت تقدر تبني مسجد بيت صغير زاوية بيت لربنا سبحانه وتعالى بيت الله عز وجل مسجد يعني تبني بيت وخبال حقي تبني مسجد بال85000 جنيه ده وتخلي الناس يصلوا فيه ويبقى في ميزان حسناتك او كنت تجيب شائتين ثلاثة من الشوء البسيطة الرخيصة تمام وتسكن فيها الأسر الغلابة ديت هي دي المسألة فيه ناس كثيرة فيهم خير والله العظيم والناس كلها فيهم خير لكن محتاجين حد يوجي ومتعدنا نرجع لعلامات ساعة صغرى العلامة رقم 13 شرب الخمور واستحلال الخمور اسمع الحديث المرعب ده حديث فعلا مرعب والله يا جماعة اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه التلمذي وابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمرة وسكر خدوا بالكواب خدوا بالكواب يا الشباب اللي بعض الشباب ممكن يكونوا وقعوا في الخمور والمشاكل دي كلها من شرب الخمرة وسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما أربعين يوم ما يتقبلش صلاة خمس فروض فاربعين يوم بمتين فرد عشان شربت خمرة عيازا بالله شوية خمرة صغيرة يشربهم شاب ما يتقبلوش صلاة أربعين يوم أي نعم فإن تاب فإن مات النبي عصب يقول إيه فإن مات يعني لو مات قبل ما يتوب دخل النار لأن الخم الأم الكبائر خدوا بالكواب فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه خدوا بالكواب الكلام ده كله النبي بيكرره ثلاث مرات ليه علشان تاخد بالك الموضوع خطير لو تاب تاب ربنا يتوب عليه ما تابش لم تقبل له صلاة أربعين يوما ويخش النار خد بالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر إيه فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لو عاد شرب خم مرة تانية كان حقا على الله ده في المرة التالتة بقال إيه كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال فقالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار أهل النار بيعذبه فالعصارة دي نزل من جسمهم فالرجل ده يشرب يشرب عصارة أهل النار اللي نزل من جسمهم لأنه شرب الخمر واستحلى الخمر ولم يتوب من شرب الخمر أما من تاب فإيه يعني خلاص بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صريحا فأولئك يبدل الله سيء أتيم حسنا تحضرن هنا قصة صغرين قوي لسي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قصة الأولينية كان غلام صغير كان عبدا رقيقا عند سيدي وكان سيده كان رجل شارب خمر بقى وكان أحواله يعني بعيد عن ربنا التمامل وكان كل يوم يجمع صحابه بقى وشلة الأنس ويعودوا الشاب الخمر عازا بالله في يوم الأيام سيده ده رح طلب منه قال له يا غلام خد أربع دراهم وروح أكتنا بقى كده إيه شوية فكهة كده يعني لزوم القعدة بقى نقعد بقى نشب خمر وناخد ناكل فكهة قال له حاضر خد لأربع دراهم وبعدين ماشي فهو في السكة راح يجيب الفكهة لقى الرجل العالم العابد منصور ابن عمار منصور ابن عمار فلقى منصور ابن عمار واقف والناس مجتمع حواليه ومعه واحد فقير كده فبيقول من يدفع لهذا الرجل الفقير أربع دراهم سأدعو له بأربع دعوات إلا هيدي له أربع دراهم أنا هدعي له أربع دعوات فالغلام لقى فرصة منصور ابن عمار رجل يعني واشاء الله يعني هو يحسبه على خير وهو رجل يعني بيظنه أو بيحسبه أنه مستجاب الدعاء فهل حلو أربع دراهم مقابل أربع دعوات من منصور ابن عمار شيء جميل جدا فرحم يدي له أربع دراهم وقال له اديها الفقير فقال له طيب يا غلام عايز أربع دعوات إيه قال له أول دعوة إدعيني ربنا يخلصني من سيدي أشهر بخمر ورجل بعيد عن ربنا فيعني أنا مش أعيس بسي يعني أبعد عن ربنا قال له طيب حاضر أم دعاله قال له من دعاء التاني قال له أن ربنا يخلف عليك الضلاهم أنا هرجع لدعوات هتضرب قال له طيب ربنا يخلف عليك الضلاهم قال له الدعاء التالت قال له أن ربنا يتوب على سيدي قال له أسأل الله أنا يتوب على سيدك قال له الدعاء الرابع قال له الدعوة الرابعة أن ربنا يغفر لي ولك وللحاضرين ولسيدي فدعا له فلما رجع طبعا اتأخر بقى على سيده بعدما اتأخر بعد الفترة دي كلها ورجع له كمان لا في فكهة ولا في أي حاجة قال له أين الفكهة قال له والله قابلت الرجل العالم منصور ابن عمار فدفعت له اربع ضرهن وكده فما جبتش الفكة فقال له قابلت منصور ابن عمار قال له ايوة قال له دعالك اربع دعوات قال له ايوة قال له ايه هم ان الاربع دعوات قال له اول دعوة خليته دعيني ان ربني يخلصني منك يعني كده جباله ايه جباله وشي كده على طول قال له دعيت ان ربني يخلصني منك قال له اخي انت حور من الواجه الله قال له الدعوة التانية قال له دعالي ان ربني يخلف علينا أربع درام قال له أدي أربع تلف درام هدية لك قال له الدعوة التالتة قال له أن يتوب الله عليك قال له تبت إلى الله عز وجل قال له الدعوة الرابعة قال أن يغفر الله لي ولك ولمنصور ابن عمار والجميع الحاضرين قال أما هذه فليست إلي فلما نام هذا الرجل بهذه الليلة جاءه صوت فقال أما إنك قد فعلت ما عليك فقد فعلنا ما علينا قد غفر الله لك وللغلام ولمنصور ابن عمار ولجميع الحاضرين قصة كانت جميلة جدا ومؤسرة جدا الكصة التانية ان رجل عابد في يوم من الايام وهو ماشي يعني دعتهم رأة يعني لمسألة ما فلما دخل فوجه بالنية غلقت الابواب هي طلبت منه بتستغيثه في مسألة ما الرجل اتخدع ودخل البيت فلما دخل قايت له انا ادعوك لشيء من ثلاث وإلا اعمل لك بقى فضايح اما ان تشرب الخمر واما ان تقتل هذا الغلام واما ان تفعل الفحشة معي ايه زم بالله فقال لها مش هعمل حاجة من الثلاثة دور قلت له خلاص اصرخ واجمع الناس واعمل لك فضيح اقول ان انت تهجمت علي فلقى نفسه بين يعني نارين هيعمل ايه فما كان منه الا انه حال يختار يعني هو في حزبانه هو يعني فقال اختار اقل حاجة ايه هي الزنق بلاش منه القتل برضو بلاش منه خلاص اشرب الخمر فشرب الخمر ثم قتل الغلام ثم زنى خد بالك ليه لانه لما شرب الخمر خلاص ذهب عقله فلم يعود يدرب اي شيء ففعل كل هذه المبقاط يبا دي كانت العلامة رقم 13 من علامات ساعة صغرى يعني بنقول يا جماعة الخير ربنا بير فيكو يا شباب المسلمين اللي مؤعتوا فريسة الخمر بسبب اصدقاء السوء بنقول يا شباب اللي بيشرب بق خمرة لا تقبل له صلاة ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة اربعين يوما فان تاب الله عليه فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من رضغة الخبال قال وما رضغة الخبال يا رسول الله قال عصارة اهل النار تعال نشوف العلامة رقم 14 قلنا جماعة لما جننا نكلم عن علامات الساعة صغرى قلنا العلامات الساعة التي لا يترطب عليها اي عمل ولا احكام شرائية هنعديها بسرعة مش هنقف معها كتير العلامة رقم 14 قتال العجم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تقاتله خوزة وكرمان من العجم حمر الوجوه فطس الانوف اه نفو كده زغنطوط صغار الاعين الاعين صغار الاعين كأن وجوههم المجان المطرقة تحس كده ان وشه مطبق عامل حدثة حاجة زي كده يعني وخبالك نعالهم الشعر طبعا بعض العلماء صرفوا الحديث ده لحديث الملحمة فاكرين حضراتكم لما تكلمنا عن الملحمة ان يا جماعة ان حديث النبع سام في العلامة من ضمن علامات ذكرناها ستصالحون الروم صلحا آمنا خدوا بالكم هنصالح الروم وده اللي حصل دلوقتي فيه التصالح الآن بين المسلمين وبين اوروبا وامريكا هم دول الروم صلحا آمنا فتخزون بلدا من جهة الشرق يعني ايه البلد دي بعضهم قال انه صين وبعضهم قال يعني الله اعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم انه المواصفات الحقيقة تنطبخ عليهم يعني فقال فتغنمون وتذفرون انتصر الصريب فيختره المسلم فيجتمعوا النصارى في ثمانين غاية او ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر الف رجل وتكون المرحمة الكبرى في ارض الشام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعب عندها كلام بعض اهل العلم الذين مسألوا الله اعلم رقم خمستاشر من علامات ساعة صغرى قتال الترك الترك مين هم الترك بعض الناس فاكرة الترك هم تركية لا الترك هم المغول والتطار الترك هم المغول والتطار النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجههم كالمجان المطرقة برضو حادثة تانية يعني اخذ بالك يعني دي على طريق الزراع ودي على طريق الصحراوي يعني والمسلمون طبعا قاتلوا الترك في عصر الصحابة خدوا بالكم جاء من علامات ساعة صغرى وحصلت قريبا جدا حصلت في عصر الصحابة في اول خلافة بني امية في عهد معاوية ابن ابي صفيان رضي الله عنه وارضاه طبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من قتال صنفين من البشر مين هم يا جماعة الاحباش والترك قلنا الترك اللي هم مين المغول والتطار المغول والتطار المغول والتطار طبعا دون مكانهم حاليا في اماكن بقى شرق اسيا والحادية وخبال حضرتك يعني ايران فما بعدها فشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابي داود بسنادي الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا التركة ما تركوكم لو حضرتك تتأمل قتال الحبشة عنيف جدا وقتال المغول والتطار عنيف جدا في غاية العنف هد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان في اخر الزمان مين اللي هيهدم الكعبة رجل من الحبشة برضو اسمه ذو السوايقتين نبع سلم بيقول للصحابة ان يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السوايقتين خب بالك بقى فبيقول ايه نبع سلم في الواية التانية يقول ايه ولكأني انظر اليه الان وهو ينقضها حجرا حجرا بيقول كأني شايفه دلوقتي قدام عيني وهو بيهد الكعبة حجر حجر الكعبة تتهد اه في اخر الزمان هتتهد ليه؟ لان الكعبة تتهد الكرآن سيرفع لان الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده لا يستحقوا وجود الكعبة ولا يستحقوا وجود الكرآن لان مش هيبقى فيهم واحد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرأ كرآن ولا يعرف حتى ان في اله للكون مش يعرف يعني حتى ان بعضهم يقول ايه يقول سمعتوا آبائي واجداد يقولون كلمة عجيبة يقولون الله الله والمزاك رواية جاءت عند مسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا الساعة حتى لا يقالوا في الارض الله الله يعني يوم ما هتقوم الساعة مش هيبقى فيه بني آدم عشان تعرف قدي ربنا لطيف ورحيم بعباده انه لا يمكن تقوم الساعة الساعة الكبرى بقى القيامة لا يمكن تقوم القيامة على انسان مؤمن لان قيام الساعة شيء مذهل شيء صعب جدا جدا يوم ما طرونها تذهل كل مردعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملاء وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله الشديد المسألة صعبة جدا جدا يعني قيام الساعة دي لا تقوم الا على شرار والحديث مصلم عند مصلم ايضا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق يا رب لا تبلغنا قيام الساعة يا رب العالمين وقبضنا اليك غير مفتونين الامام الكرطوي رحمه 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 وساعة لما تكلم عن مسألة قتال الترك يا جماعة فاتكلم عن موضوع الترك ده الترك ده خرجوا كم مرة على المسلمين الامام الكرطوي بيليه هم خرجوا على المسلمين 3 مرات يعني قتلوا المسلمين 3 مرات كان اخر مرة هي المرة يا جماعة اللي دخلوا فيها بغداد خربوا بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا العلماء وقتلوا الأمراء والفضلاء والعباد واوغالوا في البلاد لحد دخلوا الشم وملكوا الشم مدة يسيرة معدوش كتير ثم اوغالوا حتى وصلوا الى بلاد مصر المغور والتطار واصلوا الى بلاد مصر ودخلوا وافسادوا في مصر اياما افساد لحد ما ربنا سبحانه وتعالى مكن منهم الرجل يعني القائد المظفر بفضل الله اللي هو قطز رحمه الله رحمة الله وسع فانتصر عليهم بفضل الله في معركة عين جالوت طبعا خروج التطار ده هم خرجوا في القرن السابع الهجري وكان الكلام ده في زمن الامام النووي رحمه الله رحمة الله وسع ويقدر ربنا سبحانه وتعالى شوفي اخي سبحانه الله خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهم ان سبحان الله على قد ما التطار والمغور دول كانوا حاجة يعني ربنا يعافينا عفيك كانوا كبوس كبوس بجد يعني كان مجرد ان دولة تسمع ان التطار والمغور دخلين عليهم كانت تبقى مصيبة كبيرة لانهم كانوا يقضوا على الاخضر واليابس كانوا يدخلوا يعني يخربوا كل شيء لدرجة ان يتخيل خربوا مكتب يعني المكتبة بتاعت بغداد دي كان فيها كتب لا تخطر على قلب بشر كان حاجة اسلامي خطير لدرجة ان لما رموه في نهر دجلة نهر دجلة من الحبر انقلب الى اللون الازرق او اللون الاسود وخبالك من شدة الحبر اللي ان عملوا الكتب نفسها جسر في النهر من كثرة الكتب والايه والمخطوطات اللي كانت موجودة في هذه المكتبة فهؤلاء الناس هم هم نفسهم التطار والمغور هم هم نفسهم اسلاموا بعد ذلك بعد كل الخراب اللي عملوه في الدولة الاسلامية وخروجهم ثلاث مرات على المسلمين اسلاموا بعد ذلك وكونوا دولة اسلامية قوية جدا جدا كانت من اعظم اسباب الانتصار في فتح الكوستنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى ان هم ناس اقوياء جدا جدا وشارثين جدا في قتالهم ربنا سبحانه وتعالى زي ما كان هم مسلطين على المسلمين ربنا استخدمهم لنصرة الاسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فكان من اعظم الفتوحات اللي تمت فعدهم فتح الكوستنطينية بفضل الله وده طبعا يعتبر تهيئة لفتح القسطنطنية اللي هو الفتح الكبير الذي اخبر عنه نبس الله سلم قبل ظهور الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرة العلامة رقم 15 قتال الترك العلامة رقم 16 نقف عندها سن صغيرة كفرة الزلازل ده من علامات الساعة الصغرة أيها من علامات الساعة الصغرة ايه الدليل على كده حادثين بعد ما تصلى عنها بمرضين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن سلمة ابن نفيل قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودهر حديث طويل كده وحكاه كان من ضمن الحديث أن نبي صعى السلمة قال والحديث روا أحمد بسناد حسن أن نبي صعى السلمة قال وبين يدي الساعة موتان شديد موت شديد جدا قتل شديد جدا وبعده سنوات الزلازل بعد الموتان الشديد ده سنوات مش بقال بقى زلزال سنوات الزلازل حديث ثاني عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل الله ده كإن النبي شايف الواقع اللي احنا عايشينه من وراء زجاج شفاف لو تفتكروا حضراتكم كان أول زلزال أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين من الزلازل والبراكين والمحن والفتن يا رب العالمين اللهم آمين لو تفتكروا حضراتكم اللي حضر زلزال سنة 92 أنا أذكر ساعتها كنا بنصلى العصر في المسجد وسبحانك يا رب يعني يقول يعني لما الأهمة الكبار يقول لك عند المحن تنفسك العزائم فعلا أسأل الله واحد يقول لك إيه يعني زلزال ييجي وأنا بصلي وأساجد وبينئذين ربنا واموت وأنا ساجد هوا احنا كنا بنصلى ساعتها وكنا في الرقوع الإمام بيصلي بنا لصلاة العصر الله أكبر نزل ركع حصل الزلزال تخيل حطرتك إن الإمام اللي بيصلي بينا طلع يجري منفوينا يعني يعني تخيل طبعا مفاجأة لا تخطر على قلق البشر احنا قلنا في حد بيلعب ناطة الإنجليز وإحنا بنصلي العصر أبالك ولقينا اللي بنط منفوينا طبعا الأرض عمالة طبعا كان منظر مفزع جدا وزلزال حقيقة قوة جدا ربنا يا رب العالمين يحفظ مصر ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللي حضر زلزاله وشاف منظر زلزال وراجة الزلزال يعني لا يمكن يتخيل فعلا حاجة مرعبة حاجة فعلا مفزعة قبل حضرتك فشو بقى كتر الزلازل شو بقى الزلازل اللي بتحصل في شرق أسيا واللي بتحصل في اليابان واللي حصلت في الصين واللي حصلت في تركيا واللي حصلت في بلاد مصر واللي حصلت في بلاد كتير جدا زلازل 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 لو تلاحظ وادقى النظر في الفترة الأخيرة كترة الزلازل بشكل غير عادي وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم الزلازل دي ايه سببها يا جماعة طبعا الجماعة بتوع الجيولوجيا والحاجات دي بيقولوا ان الزلازل دي كلها بسبب ان طبقات سخرية بتتحرك فطبق بتنزل وطبق مش عارب بتخش ازاي والتانية بتعمل ازاي فبيحصل تجوير فتنزل الارض يعني الموضوع اه صح انا معاك من ناحية العلمية صح لكن يا جماعة تعالوا نتكلم صح بقا هو الاشرة الصخرية دي او الصخور دي بتتحرك بغير اذن الخالق طبعا لا يبقى اذا انت حركت لماذا بسبب كثرة الذنوب التي تمارس في هذه البقاع يعني مش معنا كده وخب لك من حاجة بقا واحيانا انت بأرض طيبة ويقع فيها زلزال من باب الامتحان والابتلاء كما حدث الزلزال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب حصل الزلزال حصل الزلزال في عهد عمر بن الخطاب وقال عمر مغضب خرج مغضبا وقال والله لو حدث هذا مرة اخرى لا اساكنكم في هذه الارض ابدا لا يمكن اعيش معكم في ارض يكون فيها زلازل لان كلها بسبب يعني سخط الله واعقاب المولى عز وجل ان شاء الله نكمل علامات الساعة صورة لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيال الحسن بسماع صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فمرحبا مرحبا باخواني واخواتي واهل واحبابي مرحبا بكم مرة اخرى مع رحلة الى الدار الاخر الحقيقة الاخت فاطمة وام علاء وام عمر وام علاء بتقول لدعينا بالسببات عن لقاف ربنا يسببتك ورب العالمين ورسلتين بسرعة كده في عجالة الاخت رمزية من الرياض والاخت هاجر من سوريا بيقولوا طمننا على حبيبة بنتك الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله دعوالها طبعا برضو لان طبعا الحادث سابق اثر جامد في رجليها فدعوالها بقى ربنا سبحانه وتعالى يضي بغض الاثر من رجليها وابو بكر بيقول لي دعيب شفاء ربناش فيك وندعو اللي شايماء بتهسيل ولادتها والحقيقة رسالة عجيبة جدا اخت بعتها بتقول الى ابي الشيخ محمود المصري لك عندي بشرتين وطلب دا لسه وسط دلقة حنن اما البشرتين فرأيته رؤية ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امام الناس انك من اهل الجنة يا رب احنا وانتو جبان مصطبين يا رب والبشرة التانية ما اكتملتش رسالة فقالت بعت رسالة يمكن تكون يعني بعتك من مليل رسالة يمكن تكون البشرة تانية ربنا يكرمني بسبعين واحدة من الحور العيني تبقى حلوة يعني ربنا يكرم لك رب العالمين ويبارف فيكي تعالوا نشوف نكمل مع بعض علامات الساعة الصغرى بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم 17 أخوي وحبيب أخت الفاضلة قبض العلم وكثرة الجهل ياه دا من علامات الساعة الصغرى من علامات الساعة الصغرى ايه الدليل على كده قول يا حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم يا الله ينزل فيها ايه الجهل ويرفع فيها العلم طيب تعالوا نشوف حديث تاني في البخاري برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أن يرفع العلم ويثبت الجهل طيب قبض العلم دا هيكون ازاي هل واحد عالم ربنا هينزع العلم من صدره ولا إيه لا يحصل لا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث للغاية بخاري ومسلم إن قبض العلم يا جماعة مش إن ربنا يقبض العلم من صدر العلماء لا إنما يقبض العلم بقبض العلماء نفسهم ولذلك تلاحظوا في الفترة الأخيرة كم كبير جدا جدا من علمائنا الأفاضل الأجلاء ده لدرجة إن فترة يسيرة جدا حدث فعلا نكبة نكبة كبيرة ويعني ابتلاء شديد جدا للأمة الإسلامية إن في وقت قصير جدا يموت الشيخ ابن الثامين الله يرحمه الشيخ ابن بازل الله يرحمه الشيخ الألبان الله يرحمه وعدد كبير جدا من علماء الأمة الأفاضل الأجلاء اللي ما يتعوضوش اللي فعلا ما يتعوضوش جيل فريد جدا جدا في هذا الوقت يعني ربنا يا رب يرحمهم رحمة وسعب ويجزيهم عننا كل خير يا رب العالمين فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هي دي المشكلة إن احنا عايشين في زمن صعب قوي قوي كنت عندي دكتور قريب فبدردش معاه هو رجل دكتور مش دكتور في الدين هو رجل دكتور في الطب يعني رجل فاضل من خيرة الناس اللي أنا بحبهم في الله يعني والله فبيقول لي بيقول لي يا شيك محمود أنا بفتح القنوات القنوات الفضائية بسمح حاجات فعلا يعني تشيب حاجات تشيب شباب ربنا يا رب يبارك في الجميع رب العلم لسه يعني بيحبوا في ألف به علم يدوب قرروا كتاب وحفظوا جزء القرآن وخلص ولقى المسألة سلكة ودنيا خلاص ما بقاش في يعني دلوقتي ما بقاش في ما بقاش في مرجعية بقى دلوقتي خلاص المسألة بقى اتهيصة دلوقتي بقى اتهيصة بجد كل اللي عايز يقول يقول اللي عايز يقول ولا رقيب عليه مفيش مشكلة خلاص ولو حبيت النهاردة يعني احنا وصلنا لمرحلة خطيرة جدا في ان انت النهاردة لو لقيت حد بيقول كلام غلط لو حبيت تصلح له كلام دوت اصبحت انت من قعداء عداء هذا الرجل يشهر بيك ويشتم فيك ويسفه ويفضل يقول عليك كلام يعني حاجات مما اضطر بسببه وطبعا ده مش عزر اضطر بسببه عدد كبير جدا من علماء الامة اللي ما يتكلموش اللي هنعمل ايه هو دلوقتي شاب طالع قال تخريف على فضائيين جارت ان انا اوجهه يسب ويشتم ويفعل ويروح يطلع اشعاعات على الشيخ ويروح يتكلم عنه كلام في منتهى البزاقة طب الراجل يعمل ايه يعني هيفضل بقى داية عاديه وداية عاديه وداية عاديه وداية عاديه وداية يشتم فيه وداية يسبب فيه في ام رايح دي بقى مساكت احنا وصلنا للمرحلة ديت وصلنا لاني مش بتكلم عن حياة مرخيال لا بكلم عن واقع واقع احنا عايشينه ان تلاقي النهاردة خلاص ما بقاش فيه يعني النهاردة كترة القناة الفضائية ربنا يا رب يبارك لكن مع كثرة القنوات هذه ليست ظاهرة صحية زيما الناس بتظن لا لان هي كانت تكفينا قناتين او تلاتة بيك كتير قوي كانت تكفي ان كل دعاية وعلماء الامة بفضل الله ان امة يكتمعوا وينصقوا ويزبطوا المسألة ويوصلوا لعلم والله والدنيا كلها هتنتفى لما لما يكون النهاردة عشرين خمسة عشرين قناة مثلا فضائية اسلامية مثلا او قناة بتقدم دروس اسلامية طيب ما هو محتاج انه يملى القناة بتاعته كم كبير من العلماء لا يقل بحال من احوال عن خمسين عالم او داعية لكل قناة طيب هيجيب منين اعد غنماتك يا جوح ما فيش قبلك الناس اللي هم اهل العلم المتققين الناس اللي تقدر تاخد منهم كلمة وطفق في علمهم وتحس ان الرجل ده رجل فاهم مش مسألت بقى رجل مذاكر كويس لا رجل فاهم رجل دارس وفاهم في نفس الوقت وعارف وقع الامة وعارف بيتكلم في النصوص دور القهع والقهع الارض الواقع ازاي هتلاقيهم يعني يعدوا على الاصابع يعدوا على الاصابع يعني ان انت عشان تقول بصراحة الناس الثقاط اللي انا بسمع منهم سين وعين وصاد وجيم ودال بس وقفل طيب ما هو الخمسة دولت مش هقدر حطوهم في عشرين قناة لا طبعا ده هو كل واحد منهم كفاء عليه قناة وبكتير قوي قوي ممكن يبقى درس في قناة تانية وخلاص طب وبعدين وبيت القنوات حط بقى اي حاجة اي حاجة بقى فيقوم قيل اي كلام فيبتدي يحصل عند الناس شوشرة الناس تقول طب انا سدق مين ده هو تولده ايوه بقى انت عارف تعارف انت في عندك اصول وعندك قواعد وعندك ناس انت عارف ديانتهم وعارف علمهم من سنوات طويلة مش هتيجي النهاردة مثلا تشوف رجل داعية او عالم موجود على الساحة قبل حتى الفضاءات بعشرين خمسة وعشرين تلاتين سنة موجودين في ناس علماء افاضل ربنا يا بارك في اعمارهم وفي علمهم يا رب العالمين موجودين على الساحة الدعوية بقى لهم تلاتين سنة ما تجيش النهاردة داعية لسه طالع بقى له ستة شهور ويقول كلمة ينقض بها كلام قاله عالم بقى له تلاتين سنة ويقول طب يا طرح تصدق امين لا يبقى انت في حاجة عندك غلط يبقى انت الاستقبال عندك في مشكلة يبقى انت لازم تزبط المسألة مش معقول انت هتصدق شاب لسه طالع بقى له ستة شهور وبعدين هي المشكلة اللي لده عندنا بقت ايه بقت فرقعة اعلامية يعني زمان ايام المساجد ربنا يا ربي يبارك في ايام المساجد ايام كان اجمل ايام حياتنا والله العظيم السؤال سين جيم ناس بتسأل وبتعرف وبتختبر وشايفين علم وشايفين فبالتالي كل اموك توضحم الان المسألة اختلفت تماما النهاردة المسألة اختلفت في ان النهاردة العالم او الداعية اللي كان يعني سبحان الله جيني والاجيال اللي قبل كلها بقى كلها اجيال البركة دي كلها كان الناس ديت كان بيطوفوا البلاد كلها جماعة عشان طالب العلم والله التي لا الى غيره كنا بنموت عشان نجلس تحت رجل عالم من العلماء في عز الحر والموت والزحمة والتعب ومشاوير يعني مشاوير صعبة جدا جدا وصفر وبلاد عشان نقعد بس نسمع كلمتين من احد الدعاء او احد العلماء نتحلم منه كلمتين نقدر نوصل من خلالهم العلم بعد كده ثم بعد ذلك كل دولة طافوا البلاد طافوا البلاد ولفوا الدنيا كلها بعد اما ربنا اكرامهم متعلموا ولسه بيتعلموا كمان لحد الان فهم زي؟ يعني انا اذكر كلمة لهذا الشيخ الاولي ايه مش عارف مش لاقي كلام اقوله بصراحة في حق هذا الرجل الرجل العلم العلم الرجل اللي هو بعتبره يعني من خيرة علماء مصر والعالم الاسلامي الدكتور محمد اسماعيل المقدم هذا الرجل عالم الاعلام ورغم ذلك هذا الرجل بيعتبر بيقول انا بعتبر نفسي ما زلت حتى الان طويل بعلم وهو عنده من العلم الله اكبر ربنا يحفظه يبرد في عمره رب العالمين يعني وهو ذخرة عظيم جدا للامة الاسلامية يعني ربنا يبرد في عمره هذا الرجل رجل العالم عالم بجد يقوله انا طويل بال الامام الالباني رحمه الله رحمه الله رحمه الله وسعه هو مين امام اهل السنة يعني رجل يعني المحدث المحدث الكبير الامام العلم الالباني رحمه الله رحمه الله رحمه الله وسعه كان في اخر ايامه لما بيسألوه عن العلم وحضرتك العالم الجليل والمحدث وكان يقولون لا تقولوا هذا انا ما زلت طويل بعلم مش طالب علم طويل بعلم النهاردة المسألة اختلفت يا جماعة بعد عصر المساجد والأحداث والمشايخ والدعاء والناس المتأثرين التقال فمزاي دلوقتي كلمتين بقرام في كتاب على ايتين على قصتين طلع فضائيات فضيلة الدكتور هو مش دكتور فضيلة الدكتور او فضيلة الشيخ فلان فلاني فرقعة اعلامية حلقة تانية بقى نجمة من نجوم والناس بكل اسف العوامل البسطاء اللي ايمانياتهم جميلة يعني اللي كان مشايخنا كان يقوله يا رب ارزقنا ايمان العوامل ناس بسطاء وعلى نياتهم وعلى سجيتهم وعلى فطرتهم الجميلة لكن ما يقدروش علميا يفرقوا بين العالم وبين الدعية وبين اللي له عالم وله دعية فيبتدوا يولد مغنى لفت يا جماعة فلان كان طالعا بارح في الفضائيات طب يا جماعة مش كل اللي بيطلع في فضائيات عالم ولا كل اللي بيطلع حتى في فضائة دعية حتى تمام؟ يقولك ما انتوا لغبطون انت بتطلعهم ليه؟ احنا ما منطلعش احنا منناش دعوة تمام؟ فيبتدي يحصل عند الناس لغبطة كبيرة جدا أصدق سين ولا عين ولا صاد أقولك حاجة بسيطة خالص انت عندك أصول وسوابط وانت من جواك حاسس ان والله انا اتلقى العلم او الكلام ده من سين وعين وصاد بس وخلاص والحمد لله وانا يعني قدين الله عز جل ان فلان ده رجل أرض ديانته وعلمه فهتلقى عنه غلاص ليجي مثلا في حاجة مثلا زي الحديث مثلا مايجي نتكلم نقول طب انت انت ليه ما بتتأكدش من صحة الحديث من ضعفه يعني ليه ما تم ربنا أكرمك مثلا بواحد زي الشيخ الألبان الله رحمه ورحمه 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 صحيح الجامع وضعيف الجامع صحيحة 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 ضعيفة ويعني ما شاء الله يعني جمع لنا بقى كل حديات وعرفنا الصحيح من غيره تقول لهم طب ما ممكن يكون في بعض الحديث ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكن انت في النهاية ترضى ديانة هذا الرجل وعلم هذا الرجل فإن أخطأ الرجل وأنت مقلد فلا تلام أنت تعز هذه المسألة تقول والله الشيخ الألبان الرحمه ورحمه 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 أول كم صح الحديث ده أنا ما ذكرت شيئا من أندي غلاص الناس تعزرك في هذا الوقت لكن لازم يكون لك رأس ترجع إليه لازم يكون لك مرجعية في وقتنا هذا مثلا لما يكون لك مرجعية في الحديث زي شيخنا الشيخ أبو صحق ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين حاجة جميلة رجل عالم رجل عالم جليل يعني نشيله فوق رصنا فوق رصنا ونفتخر أن الأمة فيها واحد زي الشيخ أبو صحق ربنا يحفظه ويبارك في عمره نفتخر أن الأمة فيها واحد زي الشيخ محمد أو الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره رجل فخر للأمة الإسلامية إذن فالمسألة بتحتاج أن احنا نقوله لا ده هم ده الأصول ده الأصول ما تقدرش تختلف لو النهاردة الشيخ عبد أصحاق قال كلمة أو الدكتور محمد سمين مقدم قال كلمة خبالك وجيه شاب وقال قال أي كلمة لا ما تقبلاش منه تقبلها من علماء الكبار دولت خبالك هي دي المسألة أن فيها جماعة عندنا أصول بنرجع لها في أصول ما نقولش بقى نصدق مين ولا مين لا زيك النبع السلام هو اللي قال كده قال أنه من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل النهاردة لما فقدنا عالم جليل زي الشيخ الألباني الله رحمه ورحمة 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 بالله عليك لحد إمتى أو بعد كم سنة نقدر نعوض واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله ورحمة 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 الحمد لله ربنا كريمنا بالشيخ أبو أصحاق لكن الشيخ أبو أصحاق نفسه ربنا يحفظه بارفهم رب العامين هو بنفسه يقولك أنا يعني ما فيش حد في الدنيا دي أعظم في عيني من الشيخ الألباني هو يقدر الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله ساعة يعني يقول لك أنه ما فيش زيه أنا ما فيش حد في نظر أفضل من هذا الرجل رحمه الله رحمه الله ساعة إذن مش من السهل أننا نعود رجل مثل هذا فهي دي المسألة أننا من علامات الساعة الصغرى رفع العلم أو أن يرفع قبض العلم وكثرة الجهل ربنا يرزقنا يا رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح يا جماعة الخير ما فيش أي اضطراب ولا في أي مشكلة ولا في أي بلبلة ولا أي حاجة كل ما في الأمر أنت بتدين المولى عز وجل أنت خلاص بتسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أربعة خمسة الناس دولة الحمد لله بيعرفوك كل حاجة الحمد لله مش معنى كده يقول لك ما اسمعش الباقي اسمع الباقي واسمع وانتفع بكل الناس ربنا يا رب يبارك في كل الدعاء لكن ما تجيش لشاب لسه طالع بقاله خمس ستة شهور بيقول كلام ونفس الكلام قاله واحد زي الشيخة بوصحاق ربنا يحفظه بار فيه وطول أن المحتار أصدق مين ولا مين لأ طبعا من غير ما ترجع ولا تسأل طبعا لازم تصدق الشيخة بوصحاق ده من غير كلام ومن غير ما تسأل حد ومن غير حتى ما تستفت قلبك لأ ليه ده رجل عالم رجل عالم بقاله أكتر من 30 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هل يقارن بشاب لسه طالع بقاله ستة شهور يارب قرب كلمتين وممكن يكون ليس عنده الأصول ولا الأدوات اللي يستخدمها في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طيب رقم 18 أخوة يا حبيبي من علامات الساعة الصغرى وهي علامة خطيرة جدا 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 وزي ما قلت لحضرتك نظرا لأن الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى في إحنا طبعا في أيام الفتن وفي أيام الفتن الإيمانيات بتنقص لكن بتزيد بقى دلوقتي الحمد لله مع عودة الصحوة لحديث النبع السلام حديث رموة مسلم للناس كثيرا كان بتخاف منه لكن الحديث دا كان بشرى عظيمة للأمة لو فهمته حديث رموة مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا قل بقى وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء بدأ الإسلام غريبا ثم مكن الله له تمام وأقام النبي دولة للإسلام أعظم دولة في الكندة كله ثم يعود غريبا حينما تتخلى الأمة عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عادت إلى منهج النبي يمكن لها مرة أخرى وسيعود غريبا ثم يمكن للإسلام فده من أعظم البشارات التمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن خذ بالك من حاجة بقى رتم الإيمان احفظوا مني الكلام ده رتم الإيمان والعودة إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى الآن في ارتفاع في صعود غير عادي لأن نحن الوقت في الفترة اللي هي الإيمانيات والإسلام بيمكن وبيرتفع والحد كلها لحد ما يوصل لأعلى درجاته امتى في عهد المهدية زي ما هنجي قد يسعيين بقى للمعامعد احنا نيجي بقى الكلام جميل اوه بقى هتسعد جدا بقى واحنا بيتكلم بقى عن علامات الساعة الكبرى بقى وبنتكلم بقى عن قيام الساعة ويوم القيامة ويحصل ايه والأخبار موضوع جميل اوه اوه انا بقولك هو موضوع العمر موضوع العمر كله ان احنا نقعد ونتعايش مع رحلة الى الضال اخير انت مروح يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادح فملاقين ففي النهاية وان الى ربك المنتهى فلازم تعد الزاد ولازم حد يفكرك كل يوم كل يوم او على اقل مرة كل اسبوع حد يفكرك بان فيه اخرى فيه ضال اخرى وانت مقبل على الله سبحانه وتعالى نشاهد في الموضوع ان احنا نفضل في ازدياد في ازدياد لحد ده ما نوصل لعهد المهدي ان اخب بالك من حاجة الارض تمهد الان لاستقبال المهدي واحفظ الكلمة دي الارض تمهد انا مقولش المهدي عليه السلام هيظهر بكرة او بعد او بعد ستة شهور او سنة لكن بقول القرى الارضية كما قال الامام الالباني رحمه الله رحمة الله رحمة الله سعى الارض ستهيأ ستهيأ قبل ظهور المهدي اللي كان من ضمن الشبه الغريبة لانا بعض الناس قالوا طب ازاي يعني ان المهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة وانه يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا ايه يعني هو احسن من النبي خبالة هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم لا طبعا مش احسن من النبي طيب ده النبي قعد يجاهد 23 سنة وما تملئتش الدنيا عدلا وبتاع كما ملئ الظلما وجورا يعني ما قدرش ان هو يكون سبب في هداية الكون ده كله قال لك لا لان النبي لما ظهر كانت الدنيا كلها على الكفر اما المهدي لما يظهر هتكون الدنيا كلها تهيئت ان تكون على الخلافة الاسلامية مرة اخرى والدنيا كلها هتكون مهيئة لاستقبال المهدي يعني عليه السلام شاهد في الموضوع ان الارض الان كل الامات في ارتفاع والاسلام في تمكين وا 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 لحد ما نوصل لأعلى درجة بفضلة يكون وقت ظهور المهدي ثم نزول عيسى عليه السلام وبعد كده مباشرة بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام بعد كده يرجع الايمان ينزل المحام من الحضر بتاعه من قمة الهرم الى اسفل الهرم لحد ما فيش ايمان خالص فتهدم الكعبة ويرفع القرآن وتقوم الساعة على هؤلاء الشرار ووضحة المسألة عاملة ازاي قال صلى الله عليه وسلم من علامة رقم 18 وهي رفع القرآن من السدور ومن المصاحف احفظ الكلمة دي رفع القرآن من السدور ومن المصاحف ايه الدليل خد الدليل بعد ما تصل على الحبيبك صلى الله عليه وسلم ودي اخر علامة اختفي به Princeton ya النهاردة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة والحاكم بسعد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام يدرس إسلام كما يدرس وشيو الثوب يدرس يعنيه تدي يضمحل يضمحل وينزل ويختفي زي ما بيختفي وشي الثوب لما بيجيب فانيلا عليها نقوش رسومات النقوش رسومات دي الفانيلا تغسiusت مرة التانية التالتة الرابعة العشرة يبتدي ايه الرسومات دي تبتدي ايه تبهت 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 لحد ما تتمح الصورة اللي موجودة على التشيرت او على الفانيلا طيب فانيبي بيقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يضرع ما سيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى اسمع الكلام المرعب ويسرى على كتاب الله في ليلة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يا رب سلم سلم يا رب ليه هيحصل ده لأن الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده بعد موت المهدي وبعد موت إيسى عليه السلام لا يستحق أصلا أن يكون ما بينهم مصحف يكون ما بينهم كعبة لأنه هيرجعوا مرة تانية لما هنرجع بقى نتكلم عن علامات الساعة الكبرى هترجع الناس مرة تانية لعبادة الأصنام ويحطوا الأصنام حوالين الكعبة مرة تانية حتى ممكن يتخيل ده حبيبي حتى ممكن يتخيل أن بعد الإيمانات الحلوة والصحوة الجاملة ديت وبعد كده ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى هل ممكن تتخيل أن بعد كده في آخر الزمان ترجع عبادة الأصنام مرة تانية هترجع عبادة الأصنام ليه وما ربك بالظلام للعبيد لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم ما ظل تقوم على المساعة طيب عبد الله بن مسعود في حديث لكنه موقوف على ابن مسعود لوات تبراني في الكبير بسند صعيح لكنه موقوف يعني ده من كلام عبد الله بن مسعود لكن زي ما يقول العلماء مثله لا حكم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء الإمام ابن تيمين شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله رحمه الله سع بيعلق على حديث النبع السلام وبيعلق على أفر بن مسعود كما في مجموع الفتاوى فبيقول يسرى به يعني بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور يعني تفتح المصحف تلاقي الصفحة إيه بيضة ما فيش قرآن مكتوب فيه قال له ده كان مطبوع اتمسح سبحان الله يسرى به في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف يا رب سلم سلم تخيل بقى نعمة الكرآن الكرآن اللي ربنا قال وننزل من الكرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر اللي النبي قال عنه الكرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار الكرآن اللي النبي قال عنه أبشروا فإن هذا الكرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا الكرآن اللي النبي قال عنه سورة من الكرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك دواصية الإخوان والأخوات وأهل أحبابي اوعوا تنسوا تقرأوا سورة تبارك قبل ما تنام مش هكلفكم ثلاثة أربع دقايق لو الواحد مات ينجو من عذاب القبر سورة تبارك والحديث صحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر المانعة مش المخففة المانعة من عذاب القبر الله أكبر عايزين منح قدي أكتر من كده يعني عايزين إيه يقالوا لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اطلع في الجنة وارتقي وارطل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأوها عشان كده احنا قلنا إن حملة خير أيام الدنيا شاركونا في الحملة دي بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم مش هكلفنا حاجة صيام قراءة كرآن ذكر المولى عز جل تهليل وتكبير نكتهد في أعمال الخير في الصداقات في ربنا بارد فيكم صلاة الرحم عايزين نصل الأرحام في هذه الأيام الجميلة المباركة وإن كانت صلاة الأرحام تتأكد في كل الأيام السنة لكن يزداد تأكيد أو يزداد وجوبها في الأيام الجميلة وأيام المباركة وأيام الأعياد وأيام الخير الجميلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فعايزين نكتهد ربنا بارد فيكم ما تنسوش صيام يوم عرف فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال حملة خير أيام الدنيا عايزين كل المسلمين يشاركونا في الحملة وما ننساش برضو حملة مقاطعة التبرج وربنا بارد فيكم رب العالمين عايزين ندى كل حلقة كده إن شاء الله لمجموعة كبيرة جدا من أخواتنا ربنا بارد فيكم فضل الحقيقة ديتين بالزبط هادع فيهم في عجلة سريعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب بارك في علماء المسلمين يا رب بارك في علماء المسلمين واحفظهم من كل شر وسوء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من صختك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا منقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اللهم أعنا على طاعتك في كل وقت وحين اللهم أعنا يا رب العالمين على صيام وقيام وقراءة الكرآن في التسع الأوائل من عشر زلحجة يا رب العالمين ارزقنا صيام يوم عرفة ارزقنا حجا مبرورا وزنبا مغفورا رد الحجاج إلينا ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجمعنا على حوض النبي محمد ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى لي وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته